مرحبا برج الحمل أهلاً فيك فقراتك العامة طالع من فترة أن تحس فيها أن ما عندك خيارات، ما عندك حلول فقدت الأمل وأيضاً كأن ما ليس لك يد تستطيع أن تغير فيها الواقع إلى واقع تحلم فيه على المستوى المادي ما هي طاقة المستقبل؟ النجمة تحقيق الأمنية ولكن النجمة هني قاعدة تقولي أنه عندك أمنية واحدة ما تستطيع أن تركز جهودك وأفكارك في أكثر من مجال أو على أكثر من شيء في نفس الوقت لازم تحط هدف واحد خلال شهر يونيو أمام عينك الطاقة اللي راح تحتاجها ستة الأغصان هي طاقة أن ما نخاف أن نكون محاطين بالناس، أن نتفاعل مع الناس، أن نحتك فيهم، أن حتى نتقرب منهم، أو نكون إحنا نطلع في أعين الناس بشكل أكبر يعني ما نخاف مثلا إذا نجحنا أن نكون بارزين أمام المجتمع، ما نخاف أن نطلع مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نعرغ منتجاتنا، وأن نعبر عن أفكارنا هذا النوع من الطاقة، وما هي النتيجة، النتيجة خلال هذا الشهر، أو خلا نقول النتيجة المحتملة الخماسي الأول طاقة جدا جميلة، عزيزي برج الحمل، أنت مريت بمرحلة التغيير، مرحلة كنت فاقت فيها ما هي أهدافك، كنت مشدت شوية فيها عن ما هي أهدافك الحقيقية وين تريد أن توصل في الحياة؟ وين تريد تروح؟ وما هي أهدافك؟ وكنت هنا أيضا كأنما لأن جمهة ثمانية السيوف مش عارف كيف تصل إلى الأمور اللي أنت أو الأهداف اللي حطيتها أمامك سواء كنت احتمال أن ترغب في تغيير وظيفتك في وظيفة أفضل، أن تحقق لنفسك مشروع صغير يحصل لك على دخل إضافي، تحصل على ترقية مهما كان أو حتى في الدراسة، مهما كان أنت هني هدفك في الحياة العملية، كنت في الماضي كأنما عينك بصيرة ويدك قصيرة مش عارف أمامك الهدف، ولكن مش عارف شنون رح توصل له أحبتدي أوضح أيضا الكرتات، أول شيء أوضح كرت الموت نعم في أمنية هني، أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تواجهها، لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا، مرينا في التغيير، انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار نختار حياتنا القادمة، كنت دائما تفكر أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة، أنت تفكر أنه ما لك يد وما تستطيع تغيير واقعك، واقعك اللي مش عجبك أن تعيش فيه التاري يقول لك، أنت بدون حتى أن تعي، أنت خلاص مريت في التغيير، أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك تواجه فيها أن ما ينفع أضل داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة، أو رغباتي، وين أبي أروح؟ في أي دولة أريد أن أعمل؟ وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع؟ مهما كان، احتمل حتى ترغب في تغيير تخصصك، تغيير مجال عملك، دراسك، كل الصغيرات حدثت وانت مش واعي لها، انفتحت أمامك الأبواب، ولكن انت لحد الآن أشوفك في طاقة ثمانية السيوف، ما أدركت بشكل كامل أن الأبواب فتحت أمامك، أن الفرص اللي أنت كنت تفكر أنها ممنوعة عنك، وأن ما تقدر، دائما برج الحمل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع، الواقع سيء، وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه، دائما نحس أن يدها مكفوفة، مثل هذا الكرد، ولكن خلنا نشوف ونوضح ثمانية السيوف، بالضبط، ثلاثة الأغصان، لأن أنت كأن ماهني في مرحلة انتظار، ولكن احذر أن الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أن خلاص، اللي أنت، الهدف اللي أنت حطه في بالك ما رح يأتيك، لما نطيل الانتظار، بدون عمل، بدون اجتهاد، بدون جهود من جانبنا، نتوقع أن الأمنية، المال، النجاح، الشراكة رح تقع في حضرنا، بين يوم وليلة، نعم، أنت قمت بالجهود اللازمة، ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل؟ أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين؟ خلا نشوف النجمة، تحقيق الأمنية، بضبط، أنت هنا أشوفك مثل ما قلت لك، فقدت الأمل في موضوع معين، وإن كان لحد الآن يشغل بالك، مشروع، ممكن يكون أي شيء، أنت لحد الآن قاعد تحوم، بانتظاره، وإن كنت تتمثل هنا طاقة التمثيل، تمثل على الناس أني أنا خلاص، نسيت الفكرة اللي، اللي فكرت فيها، واللي كلمتكم عنها قبل سنتين، قبل ثلاثة شهور، ثلاثة شهور، عندنا رقم ثلاثة ثلاثة الأخصان، نسيتها، ما عادت في بالي، ولكنها لحد الآن حاضرة، ولكن محتاجة منك كأن ما هناك كرت النجمة، وهو كرت برج الدلو، محتاج أي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها؟ محتاج أن تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل، النجمة هي الأمل، آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك، وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية، مهما كانت الأمنية، ممكن تكون حتى هنا أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الإبتعاث، الأمنية نفسها ردت عرضت نفسها عليك، انفتحت لك الأبواب، البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استسلمت عنها، موجودة أمامك عزيزي برج الحمل، محتاج أن أنت تركز النية، هني في النجمة، دائما لما نشوف النجمة هو مش كرت يطلب مننا العمل، أنت قمت بالعمل، قمت بالجهود، قمت بالإجتهاد، محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجذب، وقانون أن تركز، نيتك، أن أنا خلاص، سويت اللي المفروض أسويه، فهل مرة رح أقبل على هاي العمل، على هاي الفرصة، على هاي الهجرة حتى، رح أقبل عليه، وأنا متوقع النجاح، وأنا متوقع الفوز، وأنا متوقع الججمة هو الحكم، متوقع أن يتم قبولي، ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تمناها، والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس، هنا مهم أن تتذكر قانون الجذب، خلا نوضح ستة الأخصان، الامبراطورة، بالضبط، لما شوف لك ستة الأخصان، قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس، وتحتفل مع الناس، أو تبين للناس، هي طاقة أيضا وضوح، والامبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل، أنت في حياتك؟ أعطيت الكثير، قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات، أو الألم، أو التعب، أو أن أعمل على تقديم الطلبات، ما في أي مشكلة في طلبك نفسه، ما في أي مشكلة في الاستمارة، ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هني والاشتراطات، ما في مشكلة في الشيء اللي أنت تتمنى أن تحققها، رسميا ما في أي مشكلة، والحكم أيضا إلى جانبك، ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق، كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة، إيشلون يعني؟ لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية، وحان الوقت لأحصد، الامبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء، أنت عطيت بما فيه الكفاية، حان الوقت أن ترتاح وتحصد، تنتظر، وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي، كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة، محتاج هذا النوع، مش محتاج طاقة العمل نفسها، والغصن الأول موضح بالشمس، الشمس هو كرت النجاح، كرت السفر، كرت المرح، وفوق الخماس الأول ما فيه أوضح من شذيه، عزيزي برج الحمل أعيد وكرر لك، إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة، معناته أن مهم جدا أن تستوعب كل الجوانب اللي أقصد فيها، أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهت فيها، وتعبت بما فيها الكفاية، هذا اللي قاعدة أشوفه في الطاقة، أشوف شخص من برج الحمل، اجتهت كثيرا، عطى كثيرا في حياته، بوجود كرت الامبراطورة، أنت عطيت كثيرا، أسبغت حتى في العطاء، أكثرت من العطاء، حان الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك، حال الوقت أنت تتكلم بثقة، لما تتكلم بخصوص مشروعك، تتكلم أنك راح تنجح، وما تتكلم بأسلوب الخوف، بأسلوب القلق، بأسلوب اللي أحس أنه ما راح أنجح، أحس أنه ما راح أحصل، وظليت أنتظر كثيرا هنا طاقة الانتظار، ظليت أنتظر والحين ما صار شيء، لازم تحس أنك تستحق هذا الشيء، لك الأحقية، تعرف الناس اللي يقولون عنهم entitled، يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ما لهم حق فيها، أنت لك حق في هذا الشيء، هذا الشيء موجود وفتح أبواب عشانك، أنت اللي لازم إهني claim it، claim it معناته أدخل إلى هذا المكان، أدخل إلى هاي الفرصة، أقدم طلبي ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل، أقدمها وأنا واثق، وأحتك وأتكلم مع الناس، أتكلم معهم عن جهودي، أتكلم معهم، خل الناس يفهمون جهودك، لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية، تكلم مع الناس عن جهودك، خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة، خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد، مش للعمل، أنت مقبل على فترة، لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه، وتطالب فيه، هنا طاقة المطالبة، طاقة التركيز على النية، طاقة أن تفكر بقانون الجذب، لما تفكر أنك تستحق هذا الشي، هذا الشي رح يطرق بابك، ولكن لما تفكر أنه ما رح يأتيك مهما حاولت، رح تجذب اللي أنت تفكر فيه، هذه حقيقة عند قانون الجذب، رح ننظر الحين إلى الجانب العاطفي، ترج الحمد، هذه رح تكون قراءتك، الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك، هذه القراءة رح تكون عامة، وأتناسب، وأتمنى أن تلاقي فيها ليتناسب مع وضعك مع الشريك، ترج الحمل، الطاقة العاطفية، طاقتك لشهر يونيو، خمسة الأكواب، طاقت الحزن على، أوكي، أنت مش انزعلان على نفسك هنا، عندنا أيضا كارت العربة، ولكن وجود العربة جنبها، يبين لأنك مستعد أن تتعافى أو تتخلص من هاي الشعور، كارت الأمنية، دائما اللي نتمنى يأتي لنا عندما نستسلم، لما نستسلم أن الشريك ما رح يعطينا أو خلاص، نقول أنه رح ننضي قدما، نشوف الشريك يطرق بابنا مرة ثانية، ملك النار، عندك شخص فقدت الأمل فيه، رح يكون جدا قيادي جدا شجاع جدا، رح يتغير في طاقته، احتمال أن أشوفي هنا، عندنا كارت برج الدلو، برج السرطان العربة، أحس جدا هني أتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي، عقرب، حود، وسرطان، أنت هني كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل، مش حزين على الشريك نفسه ترى، وإن كنت تفكر أنك حزين على الشريك، أنت هني أشوفك حزين على نفسك، دعنا نشوف لماذا، برج الحمل يحس بهذا الأحساس، أوكي، لأنك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص، حاولت وبحثت عن كذا طريقة، أن تنسى فيها وتكون أشجع وتكون أقوى، تحاول هنا أن تغير أيضا طاقتك العاطفية، عرفت؟ وتبحث عن مكان جديد منطقة جديدة تزرع فيها بذورك، لأن هذا الشريك كأنه ما سبب لك الكثير من الإحباط في الماضي، نزمة ست الخماسيات، عزيزي، هذا الشخص الذي لا يقديرك كثير منك، أو يبدأ خلال شهر يونيو، أن يكون مستعد لك أن يعطيك حقك، هل هذا الملك، وإن كان ملك شوية، لأنه من برج ناري، وإن كان ملك شوية محتد بنفسه، شخص مغرور ولكن يتأكد خلال شهر يونيو، مستعد أن يعطيك ما تستحق الحب والاعتراف أشوف الاعتراف وإن كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه دائما يكابر ما يتكلم عن حقيقة مشاعر معاك ما يبين لك أهميتك في حياته هنا عندنا النجمة مرتين ما يبين لك أهميتك في حياته أو مكانتك في حياته ولكن خلال هذا الشهر كأنما ستة الخماسيات هي طاقة قريبة من كرت العدالة رح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة اتعدل وضعك مع شريكك تتفهم معاه وهو صعب صعب المراس خلال شهر يونيو رح إن شاء الله بالضبط هنا يتكلم لك التارو عن الكارما الكارما بما معنى اللي تزرعها رح تحصدها يوم من الأيام وإن كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك زعلان أنك ستثمرت مع الشخص تحسي هنا لم يعرف قدرك على كثرة ما أنت بيّنت له مشاعرك استعدادك وقفت معاه هنا أيضا أشوف برج الحمل وقف مع شريكة أو حبيبة الكثير من الوقفات كانت لك وقفات مشرفة مع هاي الشخص وإن كان هذا هو المؤلم في الموضوع أنت أكثر حاجة من الشريك ماديا أو أنت ما بيقول لك أضعف أنت أكثر حاجة إلى الأمور اللي كنت تضحف فيها من أجل الشريك إذا كان يقول لك مثلا أنه هو مشغول يتعذر فإنت كنت مشغول أكثر ولكن توجد الوقت من أجله إذا كان مثلا يقول لك أن أهلي رافضين فكرة الزواج فإن كنت تعاني من أهل أقصى وأعند من أهله حتى وضع أسري أسوأ وضع عدم تقبل أسوأ ولكنك هنا وجد لنفسك طريق قاعد تقول الشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريقي كرت العربة هو التسهيل المصاعب أنا أوجد لنفسي وقت ووضع أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت هذا طبعا في الماضي إهني أشوفك كأنما حزند على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص هذا الشخص لم يقدر جهودك كان دائما نشوف إهني أهوى عند مستوى الملك نضوج الملك موارد الملك يقدر إنه أهوى اللي يغير الموضوع ولكن لحد الآن لم يحرك شعره أوكي شنو اللي تنتظره خلال شهر يونيو شهر يونيو شهر رح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك لأنه أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط أن يعتذر بانتظار أن يرجع إلى حياتك بانتظار أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية بغض النظر ما هو الهدف اللي أنت حطه أو النية اللي حطها في قلبك تجاه هذا الشخص هذا الشريك العدالة رح تكون إلى جانبك الفرصة في يدك أنت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح أوكي هنا عندنا العربة تحتها المشاغب قاعدة تبين لي أنت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص نزيل لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه شخص من برج ناري أسد وممكن أيضا حمل أو حتى قوس أو ممكن فقط تكون طاقة نارية وممكن أيضا يكون تلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك عندنا هنا أيضا كرت برج الجوزاء لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معاك سواء عطاء الوقت عطاء الجهد كان ما يعطيك حقك خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد أن يرجع أو ابتدى يفكر أنه فعلا يرجع ابتدى يبحث عنك هنا عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة عندنا هنا فقدت الأمل ومضيت قدما أوكي ولو جزء منك ممكن لك على الأقل جزء منك مضى قدما على مستوى الروح انتعبت من العطاء هذا الشخص رح ترجع معاه العدالة إلى جانبك أو هو اللي يصير يلحق وراك أو هو اللي يصير يبحث عنك أو هو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الأشياء اللي قصر فيها في السابق معاك يريد أن يعوضك خلي نقول يريد أن يعوضك عن تصرفاته في السابق هذا الشخص أشوفه نضج يعني نضج حتى مو فقط معاك حتى مع نفسه تبدأ يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق أو تقصيره على الأقل في العطاء أنزين هنا يقول لك أربعة الأكواب تحتها ستة الأكواب جهودك أشوفه هذا شخص من الماضي جهودك اللي وضعتها معاه لا تفكر أنه راح تروح عبثا أنت زرعت راح تحصد ولو كان مو مع هذا الشخص فإذن مع شخص ثاني لأنه هنا الكروت تبين لي أن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك وكعزيزي برج الحمل هذه هي قراءتك العاطفية راح نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر ثم كنت تنتظر فحوصات تنتظر قبول هجرة نجاح في الامتحانات مهما كانت الأخبار اللي أنت بنتظارها بنتظار الشريك أنا عادي تواصل معاك خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك برج الحمل الأخبار القادمة في طريقك أربعة السيوف الموضوع راح يأخذ وقت أكثر مما تتوقع ما راح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت لحد الآن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص هذا الجهة لحد الآن قاعدين يقومون بتحليل طلبك أو تقييم طلبك حتى لحد الآن لم يتم صنع القرار أوكي فهني يقول لك أنت المطلوب أنك الانتظار لا تحس بالإحباط لا تحس باليأس لا تحس أنه أنا سويت كل اللي عليه ليش لحد الآن ما أتاني جواب أنا ما قصرت مع هذا الشخص ليش لحد الآن ما اتصل فيني ما سأل عني ما وقف معاي لا أنا استثمرت في مشروع وايد ليش لحد الآن ما أتوني مثلا عملاء أو كستمر أو ليش لحد الآن ما حققت دخل ليش لحد الآن ما حصلت على وظيفة لأن هذا هو وقت الانتظار لحد الآن لم يتم يعني الوصول إلى طلبك شوف العدالة برج الحمل العدالة أوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك هنا العدالة تقول لك لا تستعجل لأن لأن اللي من حقك راح تاخذه لا تقول مثلا أن ليش فلان تقارن نفسك بالآخرين حققوا أو حصلوا على الموافقة أسرع منك تأكد أن وضعك أنت في ظروفك أنت اللي في مصلحتك راح يصير هنا يتكلم لك أيضا عن إجراءات قانونية أنت لازم كأنما هني أشوف برج حمل مستعجل لا يريد أن يقف في الطابور يريد أن يتم الموافقة أو الحكم في قضيته أو يسمع الأخبار بسرعة هنا يقول لك لا تستعجل موضوعك موجود ورح يأخذ دوره رح يأخذ حقه إذا أنت كنت مقصر في حق أحد وإذا كان في أحد ثاني هو اللي قصر أو أخطأ في حقك رح تأخذ حقك وزيادة أوكي فلا تفقد الأمل في النظام أو في العملية نفسها الصبر ثم الصبر رقم سبعة رقم الانتظار بالضبط المشاغب دائما برج الحمل من الأبراج اللي يتملل عندما أحد يطلب منه الانتظار سمى ضروسة أن أحد يقول له انتظر خصوصا لما يكون هو فاقد الأمل في شيء أو على أعصابه ولكن عندما يسمع الأخبار اللي يتسره يتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يمازح لآخرين وازن أنت ضاقتك أيضا يا برج الحمل واخر كرت عندنا العالم احتمال كبير رح تأتيك فرصة إذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج أو العمل والعيش في الخارج رح تأتيك الفرصة ولكن بعد فترة الكروت اللي في البداية تبين لنا أن اللي في بالك رح يصير بعد فترة فرصة الإبتعاث فرصة التخرج رح تأتيك وقادمة في الطريق ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في أمور معينة لحد الآن مواد معينة ما نجحت فيها نعم ولكن لا تحس إن أحد ظلمك هني كأنما الكروت تقول لك ما حد رح يظلمك وما حد رح يقصر في حقك كل اللي اجتهدت واللي أنت جنيتها رح تحصل عليه الموضوع شوي رح يأخذ وقت عندك فرصة أيضا للسفر ولكن ما أشوفها في الأشهر القادمة أشوفها أبعد بعد ما تنجح بعد ما يتم الموافقة على طلبك بعد ما تأتيك الأخبار الطيبة اللي أنت بانتظارها من زين رح تكون متشجع أن على طول تحزم أغراضك تغير مثلا تذهب إلى الجامعة الجديدة تذهب إلى الدولة الجديدة أشوف هنا عندك انتقال وانتقال جدا جميل رح أشوفه هنا وأسوى معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من أو من الذي يجب أن تحضره خلال شهر يونيون ممكن يكون شخص ممكن يكون موقف دعنا نشوف نشوف القوس والسهم بالضبط إذا تذكر يا برج الحمل من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن الأخبار اللي أنت تتوقعها كأنما هنا قلت لك مرحلة الجهود نفسها أن أنت تزرع أن أنت تعرق أن أنت تقدم طلبك أن تضع أوراقك وأمورك مع بعض هاي انتهيت منها عشرة هو رقم الانتهاء نهينا مرحلة معينة بنجاح المرحلة القادمة ما تفقد الأمل هذا هو السر لك هذا هو السر لك التحذير هنا هو من نفسك نفسك لا يصير لها سيطرة عليك طبيعة برج الحمل قلت لك من الأبراج اللي بسرعة يفقد الأمل بسرعة يتأفأف لا يحب الانتظار أكثر الأبراج اللي تعايشت معها لا يحب الانتظار هذا المطلوب منك من أجل أن تصل إلى مراتك مو وقت أن تقوم بالمزيد من الجهود مو وقت أن تقوم بالمزيد من الطلبات أو التواصل مع هذين الأشخاص أو الجهات المعنية هذا هو وقت الانتظار النية يتكلمك عن عليك أن تكون دقيق ولكن في النية تذكر قانون الجذب اللي كلمتك فيه من البداية وخلنا نشوف من طاقة الحيوان ما هي الطاقة اللي راح تحتاجها من الكروت الحيوانية خلال شهر يونيو ضد الحمل الطاقة الحيوانية اللي راح يحتاجها ذا بيفر ذا بيفر البيفر هو حيوان مائي ولكن لما أشوفه بهذه الطريقة أو سوري القندس هذا هو القندس حيوان مائي عن صورة ماء احتمال جدا من البداية قلت لك أنت تعامل أنت تعامل مع شخص برج مائي أو حاليا متوجه نحو الكثير من الطاقة المائية طاقة الحب طاقة اللي أنا آسف أنا مستعد أني أرجع أعتذر مستعد أني أعوفك عن اللي فات لا تفقد الأمل هذا الكروت لك أنت كنصيحة لا تفقد الأمل البيفر هو دائما حيوان متفاني ويركز على هدفه ما يتشتت دائما عنده هدف أولي يركز عليه كأنما النصيحة لك يا برج الحمل عندما تأتيك الأمور اللي أنت متوقعها من هذا الشخص من هذه الجهات المعنية تأتيك الفرصة وتدق عليك الباب خلك متفائل محتاج طاقة الماء لا تكون متشائم هنا عندنا الكثير من السوداوية في هذا الكرت لا تكون متشائم وأيضا البيفر دائما يتكلم عن حب أن يكون في مكان المريح لا تخاف من الانتقال احتمال أن الفرصة التي تنتظرها ستطلب منك السفر الانتقال أن تذهب تعمل في مدينة مختلفة أن تنتقل مع الشريك إلى منزل جديد منطقة ثانية نعم هذا النوع من الطاقة لا تخاف من الانتقال لأن البيفر هو دائما حيوان يحب الحياة الأسرية ويحب أن يظل في منطقته ما تستحقه ما عملت من أجل قادم في طريقك إن شاء الله في شهر يونيو ولكن عليك أن تكون متفائل تركز نيتك مثل ما أخبرتك بقانون الجذب وأيضا ما تخاف من الانتقال عديد برج الحمل هذه كانت قراءتك لشهر يونيو